اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة القانون بيفرض على البائع في حالة نقل الملكية او في حالة بيع شيء معين انه بيضمن اي عيب خفي موجود في الشيء المبيع فبنقول يضمن البائع للمشتري العيوب التي تظهر في المبيع اذا توافرت شروط معينة اذا القانون حدد شروط معينة والشروط دي مهمة جدا ونحفظها تيجي كتير جدا في الامتحان هي علشان نقول ان البائع يضمن هذا العيب اول شرط عندي اول شرط من شروط التزام البائع بضمان العيوب الخفية ان يكون العيب مؤثرا كلمة مؤثر يعني العيب هينقص من قيمة الشيء المبيع او منفعه يعني مش هينفع استخدم الشيء المبيع دوت دايما لما بنضرب امثلة يا ولاد بنضرب امثلة على حاجات بسيطة عشان تفهمه لكن عقد البيع دوت ممكن يشمل موبايل مثلا بخمس سلاف جنيه وممكن يشمل مكان بتاع مصانع بمليارات فنفس الاحكام واحدة نفس الاحكام واحدة بس احنا دايما لما بنضرب مثلا بنضرب مثلا على حاجات بسيطة عشان تستوعبه الفكر فمثلا انا اشتريت موبايل وطلع مثلا انا عايزه لون كحلي فطلع لا كحلي فاتح كحلي غامق لا العيب ده غير مؤثر فبالتالي مش هيقصر اصلا على استخدامي في استخدام الموبايل يعني مش هيقلل من نفع يبا ده الشرط الاولي عندي علشان البائع يضمن العيب الكافي ان يكون عيبا مؤثرا مثلا الموبايل بايز الموبايل سطواتي الموبايل بيقطع شبكة اه كده خلاص ده مؤثر يبا من حق البائع انه يضمن هذا العيب الشرط التاني ان يكون العيب قديما يعني قديما يعني كان موجود في الشيء المبيع قبل عقد البيع فبالتالي لو هذا العيب جديد ان نتيجة استخدام المشتري فان البائع لا يضمنه لان البائع سلمك الشيء سليم ويقبص بسبب استخدامك لي او سوء استخدامك لي فده الشرط التاني وده شرط منطقي جدا ان يكون العيب قديم اي سابق على عملية البائع شرط التالت عندي لكي يضمن البائع ضمان العيوب الخفية ان يكون العيب خفيا وغير معلوم للمشتري خفي يعني من الظاهر يعني مايتشافش بالعين المجرادة للشخص العادي مش هنقول بقى الشخص الخبير يعني انا مثلا برضو نضرب مثال على الموبايل شريط موبايل والشاشة بتاعته مكسورة فبالتالي بالتالي ده عيب ظاهر فما ينفعش بعد يومين ارجع للباع له لا ده الشاشة مكسورة لا ده عيب ظاهر يبقى العيب الخفي هو العيب اللي بيظهر مع الاستعمال اللي بيظهر بعد وقت من الشراء ولكن ده من القانون فيه ولكن في استثناء على هذا الامر يعني هناك في بعض الاحوال يضمن البائع العيب حتى لو كان ظاهرا اذا ياولاد عندي ايه عندي قاعدة وعندي استثناء القاعدة ايه ان يضمن البائع العيب الخفي طب ايه الاستثناء الحالة الاولى اذا اكد البائع للمشتري خلوه المبيع من هذا العيب يعني قاله لا ده مش موجود لا ده حاجة ظاهرية بعد كده المشتري اكتشف انه لا العيب موجود وانه مؤثر وكان هو اه اه ظاهر ولكن البائع اكد له عكس زالي دي الحالة الاولانية التي يضمن فيها البائع العيب حتى ولو كان ظاهرا امتى اذا اكد خلوه المبيع من هذا العيب الحالة التانية التي يضمن فيها البائع العيب حتى ولو كان ظاهرا اذا اثبت المشتري ان البائع قد اخفى العيب عنه جشا في بعض كده البيعين آآ متكونش عنده ضمير فيبقى الحاجة بايزة فيحط مادة او حاجة تخفي العيب او يعمل شيء معنا عشان يخفي العيب وانت بتشتري ما يزهرش العيب الا مع الاستخدام بعد كده اكتشف ان هو كان بيقوم بحيلة ما تؤدي العدم اكتشافك للعيب الا مع الاستخدام هنا في هذه الحالة يضمن الباقي على العيب حتى لو كان ظاهرا حتى لو كان ظاهرا ده الشرط التالت ان يكون العيب كفيا وشوفنا الاستثناءات الاعليين شرط الرابع قال لا يكون البيع من البيع القضائية او الادارية التي تتم بالمزاد ده منطقي جدا لان البيع القضائية دي مش بيوع مش فرض الفرض بايع ومشتري لهم العادين اللي احنا عارفينهم يعني راح اشتري منتاجر لا ده البيع القضائية د تت يعني المحكمة هي اللي بتبيع لحساب حد تاني يعني حجزت على امواله بتبيعها او بيوع ادارية يعني الحكومة بتبيع حاجة لديها ومحطوطة للعامة فبالتالي هنا كانت بيوع قضائية او بيوع ادارية المشتري بيقوم بمعاينة الشيء على مسئوليته وليست على مسئوليت الجهة البائعة فبالتالي هنا اذا اشترى المشتري بيعا قضائيا او بيعا اداريا ثم اكتشف بعد ذلك عيبا لا يتحمله البائع لان هنا القضاء هو مش اللي بيبيعها والقضاء بيبيع بنياب عن البائع نفسه ونفس الكلام برضو الجهة الادارية سواء كانت حكومة او محليات طيب ايه احكام ضمان العيوب الخفية كده عرفنا الشروط الاربع شروط مهمين ونحفظهم مهمين جدا بيتيجي كتير قوي 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 سواء اسئلة مقالية يعني هنكتب الاربع شروط او اسئلة موضعية بتبقى في شكل صحي وغلط او اكمل او توصيل زي ما نشوف ان شاء الله كده في اخر الحلقة لو ربي ناصر الحال هنراجع على بعض الامور دي طيب ايه احكام ضمان العيوب الخفية طيب يعني ايه للمفروض يحصل لو تم اكتشاف عيب خفية اول حاجة عندي طرف الالتزام بضمان العيوب الخفية البائع والمشتري مين الدائن انا الدائن اللي ليه حق الدائن هو المشتري مين المدين المدين هو الملتزم هو البائع يبقى انا كمشتري اذا اكتشفت عيب خفية في الشئ ان ببيع فانا دائن ليه حق طب انا هتالب مين من المسؤول المدين اللي هو من المشتري يبقى دول الطرفين بتوع الالتزام طب انا كمشتري خلاص اكتشفت عيب خفية ايه واجباتي؟ من علي واجبات من حقي مش اجيلي وانا قاعد لا ايه واجبات يعني حاجة لازم اعملها علشان اخد حقي في حالة وجود العيب الخفي واحد ده مهم جدا واجب اختار البائع بالعيب يعني اختاره يعني ابعت له انذار على قد محضر او ابعت له جواب بعلم الوصول مسجل بعلم الوصول كل دي تعتبر يعني اوراق رسمية تثبت ان البائع المشتري بدأ يطالب بحقي مانت بش يطالب بحقي الا لما بتعمل هزي الخطوة انذار على يد محضر للبائع ان المصنع او العربية او الالات اللي انا اشتريتها فيها عيب خفي فانا بطالب بحقي بطالب بحقي النقطة التانية طيب انت طالبت بحقك النقطة اللي بعدها هتعمل هتروها تساكت لا طبعا طالما ان البائع لم يلتزم بضمان هذا العيب على طول ترفع دعوة ضمان في خلال سنة من وقت ايه؟ من وقت التسليم خدوا بالكم من وقت التسليم وليس من وقت البائع لان انا كمشتري مش هكتشف العيب الا لما استلم الحاجة وابدأ استعمله لان انا ممكن البيع يكون في تاريخ والتسليم في تاريخ تاني فكده السنة لازم تتحسب من ساعة ما انا استلمت عشان اقدر اقول اه انا اكتشفت العيب فبالتالي السنة تتحسب عليك فاتت السنة سقط حقي في ضعوة الضمان من ساعة التسليم طبعا عندي بعد كده جزاء اخلال البائع بضمان العيوب الخفية انا عملت له انذار ورفض ان هو يضمن هذا العيب او يبدل او يصلح الشيء المبيع طب ايه جزاء الاخلال دايما في المدني كده عندنا ترتيب معين في جزاء الاخلال ولنف كذا حاجة في كذا التزام الالتزامات اللي فاتت بتاعة البائع اول حاجة يلتزم البيع بإزالة هذا العيب يعني صلح العيب الا طب لو ما شالوش يعني لو ما صلحش العيب كان للمشتري ان يطلب تنفيذ هذا الالتزام عينيا دايماً كده وحنا مغماضين عينينا إن أول حاجة صاحب الحق لما بيروح المحكمة في العقود بيطالب التنفيذ عيناً يعني التنفيذ عيناً يعني نفذ التزامك اللي في العقد سواء كان التزام بالتسليم التزام نقلي ملكية التزام ضمان تعرض التزام ضمان عود خفية أي التزام رقم واحد المشتري بيطلبها تنفيذ الالتزام عيناً ما نفعش فسخ العقد ويرجع على المشتري بضمان هذا العيب تبقى لنص المادة ربعمائة وخمسين ودائماً دائماً فسخ العقد مرتبط بيه احنا قلناه كتير جداً بالتعويض دائماً دائماً الشخص اللي بيطالب فسخ العقد ده هو متضرر فلازم يطالب بحق هذا التضرر هو التعويض كده خلصنا التزامات البائع اللي هما الأربعة ومهمين جداً ومش عايز أقول إن الالتزام الأخير اللي هو التزام ضمانة العربة الخفية يكاد يكون مهم على الإطلاق نيجي بقى على الطرف التاني اللي هو المشتري احنا قلنا عقد البيع في طرفين بيع ومشتري هو البائع بس اللي ملتزم لا طبعاً المشتري برضو ملتزم فهنشوف التزامات المشتري وهو الطرف الثاني في عقد البيع أول الالتزام عندي الوفاء بالثمن ده منطقي أنا ببيع على طولي عايز الثمن أنت أول الالتزام عليك كبائع كمشتري هو دفع الثمن هنتكلم فيه تعريف الوفاء بالثمن وأحكامه وطريقته والكلام ده كله فبنقول يجب على المشتري الوفاء بالثمن المتفق عليه طبعاً الثمن بيتم الاتفاعل في العقد احنا شوفنا أن فيه كذا حاجة في أول حصة في أول محاضرة كلمناها في المدني كلمنا على الأشياء التي يجب الاتفاق عليها كان من ضمنها الثمن فبنقول يجب على المشتري الوفاء بالثمن المتفق عليه بالطريقة المتفق عليها هو الثمن ليه طريقة ممكن يكون نقداً أو يكون على دفعات أو يكون على أقصات أو جملة واحدة حسب الأحوال إذا حسب الاتفاق يتم التنفيذ إحنا قلنا قبل كده كتير جدا إن أحكام القانون المدني في الغالب أحكام مكملة يعني أحكام مكملة يعني بتحط قواعد ويجوز للأطراف في الاتفاق على عكسها يعني بتقول كده مثلا يجب كذا ويجوز الاتفاق على عكس ذلك يجب كذا ويجوز الاتفاق على عكس ذلك فالقانون المدني مارين جدا في الموضوع ده وغالب فيه قاعدة مهمة جدا له أن العقد شريعة المتعقدين شريعة المتعقدين يعني هو ده القانون بتاعهم اللهم ارتضوه طالما غير مخالف للنظام العام والأداب طيب أول نقطة نتكلم عنها أولا زمان ومكان الوفاء بالثمن هباء امت وفين هنشوف زمان الوفاء بالثمن يحدد المتعقدان زمان الوفاء فإذا لم يوجد اتفاق تم اتفاقوش وجب الرجوع إلى العرف يعني نشوف العرف العادات والتقاليد الملزمة في هذا الشأن بتقول ايه انت من الدفع امت هل عند العقد ولا عند التسليم ولا امت اما اذا لم يوجد عرف يبقى الرقم واحد حسب الاتفاق نمر اتنين العرف طيب ما فيش عرف وجب على المشتري الوفاء بالثمن في مكان تسلم المبيع وزمانه طيب ما فيش عرف ولا فيه اتفاق يبقى الدفع وقت التسليم دفع الثمن وقت ايه التسليم وده منطقي وده الغالب ده الغالب طيب مكان الوفاء بالثمن احنا اتكلمنا عن الزمان عن الزمان هنتكلم بقى عن المكان نفس احكام زمان الوفاء بالثمن هنقول برضو حسب الاتفاق ما فيش اتفاق يبقى العرف ولكن اذا لم يوجد هذا او ذلك مين هنا اللي بيطالب بحقه البائع يبقى اذا يسعى البائع الى موطن المشتري موطن يعني مكان المشتري للمطالبة بالثمن اذا كان زمن الوفاء بالثمن غير زمان التسليم يعني اذا كان التسليم في معاد والوفاء بالثمن في معاد اخر هنا البائع هو اللي بيروح اي حد اللي حق هو اللي بيسعى اليه ثانيا جزاء الالتزام بدفع الثمن وضمان الوفاء به يعني اذا لم يقم المشتري بالوفاء بالتزامه بدفع الثمن يعني اشترى وما دفعش رقم واحد التنفيذ العيني التنفيذ العيني بنسميه امتياز البائع يعني امتياز البائع للبائع مطالبته بقضاء يعني يبعد كده يرفع دعوة طبعا بعد ما يعمله انذار انذار بدفع الثمن امتنعا دفع الثمن بيرفع بقى الدعوة بتاعته لايه الاستحقاك الثمن او يحجز على امواله وفي مقدمة الاموال اللي هيتم حجز عليها الشيء المبيع نفسه وده اللي بتسميه امتيازي الباقع يعني انا دلوقتي بعت لك شيء معين وما دفعت ليش ثمن ورقم واحدة بعت لك انزار ما دفعتش هرفعت دعوة للمطالبة بالثمن او تكملة الثمن ما دفعتش هاحجز على اموالك وفي مقدمتها الشيء المبيع اللي هو يعتبر انا بعته لك ده القانون بسميه امتيازي الباقع يعني انا لاي حق مقدم على اي دائن اخر اذا كان اه اراد ان يحجز على نفس الشيء المبيع. انا اقتضي حقي اولا قبل اي احد اخر وده بنسميه امتياز ايه? الباعة. طيب. اه منفعش على طول نمرة اتنين بيطالب ايه? احنا قلنا دايما تنفيذ عيني منفعش بايه? فسخ البيع. وللباع طلب فسخ البيع مع التعويض. قلنا قلاص قاعدة نفهمها. فسخ يبقى على طول مرتبط بتعويض. لان العقد ما تنفس بسبب احد الاطراف قصرة في تنفيذ التزامه طالما فيه تقصير يبقى فيه تعويض على طول. ده الالتزام الاولاني اللي هو الالتزام بدفع الثمن. طب ايه الالتزام التاني? تحمل مصروفات المبيع. بنقول يتحمل المشتري مصروفات البيع وما يتطلبه من نفقات. دائما وابدا كده ان نفقات البيع بتبقى على اه المشتري وفيه امثلة كتير جدا بنقولها في الكلام دوت. اه الالتزام التالي التسلم المبيع. اذا هو ده التزام. ده طبيعي انه لو ما بشري حاجة عالطول بابا عايز اخذها. احيانا بيكون التزام والتزام قوي جدا على المشتري لو ترتب على عدم التسلم في فرق بين التسليم والتسلم. التسليم ده على الباقة. التسلم على المشتري. مهم لو ترتب على عدم التسلم ضررا للباقة. وزي ما نشوف دلوقتي مع الامثلة الان اولى. يبقى ده اعتبر التزام. طيب نول يلتزم المشتري بتسلم المبيع تماما كما يلتزم الباقة بتسليمه له القاعدة ان التسليم والتسلم بيكون في نفس الوقت ده القاعدة تسلمني وبالسلم لكن احيانا قد يكون التسليم في وقت والتسلم في وقت اخر زي التسليم القانوني كده لما انا بعت لك انظار ان الشيء المبيع تحت تتصرفك وانت لسه ما استلمتوش انا كده سلمت خلاص بس انت لسه ما استلمتش يبقى هنا التسليم في وقت والتسلم في وقت ايه اخر طيب مضمون التزام المشتري بتسلم المبيع فزي ما قلت غالبا ما يتعاصر التسليم والتسلم يعني الاتنين بيكونوا في نفس الوقت فإذا كان المبيع عقارا احنا عارفنا الأموال يعقار يا منقول والمنقول يما منقول معين بنوعه يما منقول معين بذاته المهم فإذا كان المبيع عقارا فإن المشتري يتسلمه بحيازاته وإذا كان المبيع منقولا فإن المشتري يتسلمه بقبضه يعني يلده طيب ده في حالة تسلم العقار أو المنقول. طب الجزاء دايما كده بننهي كل التزام بجزاء في حالة عدم تنفيذ الالتزام بنهي كل التزام بجزاء. فبنقول الجزاء لازه يترتب على اخلال المشتري بالتزامه بالتسلق المشتري ما استلمش. مرضيش يستلم فهنشوف البائع يعمل ايه رقم واحد بعد ان يعزر البائع المشتري. يعني البائع انه هو الفاعل. يعزر يعني يونزره بورقة رسمية يعزر البائع المشتري له ان يطلب من القضاء اجبار المشتري على تنفيذ التزامه يعني يقول كده المحكمة تجبر المشتري تعالى خد الحاجة بتاعتك اللي انت اشتريتها عشان عدم استلامك لها ومترتب عليه ضررا للبائع مهم وله ان يطلب الحكم على المشتري بجرامة اهديدية يبقى جيرت تنفيذ الالتزام عينا يجي استلم الحاجة بتاعته البضاعة اللي شغلة حيز شغلة مكان عند البائع والبائع مش عارف يستفيد بالمكان بتاعه او ان الشيء المبيع دوت محتاج مصاريف فالبائع ملتزم بهذه المصاريف عشان الحاجة ما تبصي وما الى ذلك المهم غرامة تهديدية عن كل يوم هيمتنع فيها المشتري عن الاستلام طيب انت بشتيجة تستلم طيب فيه كل يوم الف جنيه غرامة تهديدية عليك او اليوم الف تاني يوم الفين وكذا عشان كده اسمها تهديدية يعني بتزيد كل يوم بتزيد الغرامة لما انت ممتنع عن الاستلام واذا كان المبيع عقارا فللبيع ان يطلب تعيين حارس زي ما هنشوف في مادة المرافعات ان في الحاجز والكلام ده كله لابد من تعيين حارس على اشياء المحجوز عليه سواء كان عقار او منقول لكن احنا هنا بنتكلم في المدني في الحالة دي بالذات عن تسلم العقار طيب انا عايزة سيب العقار ممكن حد يحط ايده عليه يبقى حائز بالشكل غير قانوني ويخش انا في مسئولية لا طيب انا يا محكمة عيني حارس على العقار خلاص عشان هشيل ايدي كبائع ويبقى انا سلمت العقار ولكن المهم ان هذا الحارس بيبقى لي نفقات بتبقى على مين؟ على المشتري طبعا لانه هو المتسبب في هذا لانه رفض الاستلام وكذلك كذلك للبائع ان يطلب الفسخ اخر حاجة بقى هي الحلم نقوله دائما دي دائما يطلب ايه؟ الفسخ مع ايه؟ مع التعويض في جميع الحالات ضمان التعارض والاستحقاق الالتزام بعدم التعارض يلتزم البائع بعدم التعارض للمشتري في الانتفاع بالمبيع مضمون الالتزام بعدم التعارض ده بيجي تعريف مضمون الالتزام بعدم التعارض بيجي تعريف هو الامتناع عن كل ما من شأنه الاحالة دون الانتفاع بالمبيع او التقليل من قيمته سواء كانت تعارض ماديا او قانونيا يعني البائع يمتنع عن اي شيء يؤثر على انتفاع المشتري بالشيء المبيع وقلنا في الاخر ايه؟ سواء كانت تعارض ايه؟ مادي او قانوني ده معنا ان التعارض معين؟ تعرض مادي وتعرض قانوني. كلم في التعرض المادي برضو مصطلح وتعريف بيجي في الامتحان كتير جدا كتعريف ومصطلح او اكمل يقصد بيه كل فعل كل فعل يصدر عن البائع ويكون من شانيل اخلال بانتفاع المشتري بالمبيع. يعني ايه كل فعل? يعني بعد مسلا ما بيعلو العربية ما دولوش المفاتيح. بعد ما بيعلو البيت اقفل البيت بالجنازير. ده اسمه تعرض مادي. تعرض مادي. فعل هو انا بكون بفعل. اما تعرض القانوني هو ادعاء بقى. بعد ما بيعلو الحاجة اقول له لا ما بيعتلكش. او بعد ما بيعلو الحاجة ابيع الحدي تاني. يبقى ده مش فعل. ده اسمه ادعاء. فبالتالي تعريف تعرض القانوني. ادعاء البائع حقا على المبيع من شأنه ان يحول دون انتفاع المشتري بالمبيع. خصائص الالتزام بعدم التعرض حفظ ومهمة. رقم واحد. الالتزام بعدم التعرض لا يقبل الانقسام. يعني لو البائعين اكثر من شخص فكلهم ملتزمينك انهم شخص واحد. نمر اتنين الخاصية التانية من خصائص آآ عدم التعرض. الالتزام بعدم التعرض الالتزام دائم. يعني انا بيعتلك حاجة ما نفعش بعد سنة اقول لك فعلت كده هاتا بقى. لا ده الالتزام دائم طالما ان عقد البيع تم. انشوف بقى جزايا الاخلال بالالتزام بعدم التعرض. يعني منافس الالتزام بعدم التعرض. المشتري يعمل ايه? ازا حدث التعرض للمشتري فلا ان يطلب التنفيذ العيني. رقم واحد احنا مغمضين بقى. تنفيذ عيني. يعني ازالة التعرض. طيب ما نفعش فسخ العقد مع التعويض. في الحالتين بشرط ان يرفع الدعوة خلال خمستاشر سنة من تاريخ التعرض. الالتزام بدفع تعرض الجير. اه. اللي فده كله كنا بنتكلم على مين يا ولاد? تعرض البائع نفسه. طيب تعرض الجير. يعني فيه غير بقى هو اللي اتعرض لي. مش البائع. طبع ان قلت في نوع من التعرض. مادي وقانوني. هل البائع يضمن تعرض الجير? هيضمنه في حالة واحدة فقط ازا كان تعرضا قانونيا. اما تعرض المادي ان الشخص يتعرض ليه ماديا. سواء ضربني وخد الحاجة اللي انا اشتريتها او اعتاد عليها وخدها. البائع ماذا? ما هو مش هيمشي لي كحارس عشان لا. لكن لو الشخص ده هو الغير. وكلمة غير في القانون اي حد غير غير ترفيع العقد. كلمة غير اي شخص غير ترفيع العقد. المهم? تعرض قانوني زي مثل نقول لا ده الحاجة اللي انت اشتريتها دي مش ملك البائع دي ملكي انا. لا ده انا اشتريتها. لا ده ناليا نصيب فيها. وهكذا. الانتزام بدافع تعرضه الغير بنقول يلتزم البائع بمقتدع عقد البائع بان يدفع عن المشتري التعرض الغير له تعرضا ايه? قانونيا. شروطه? شروط تعرض الغير الذي يضمنه البائع. ان يكون تعرض قانوني. وزيلك بالدعاء المتعرض. اللي هو الغير هنا حقا على الشيء المبيع. ان يكون التعرض حالا. يعني دلوقتي. يعني الشخص فعلا بدأ يتخذ في اجراءات التعرض بحيث ان هيتم سلب الشيء المبيع مني. او مش هقدر استفيد منه. ده سمو حالا. لكن لو التعرض مستقبلا لا ما يتبنوش البائع. تلاتة. ان يكون حق المتعرض اللي هو الغير ثابتا له وقت البائع. يعني حقه كان موجود قبل ما اشتري. عشان كده ليه اولوية. لا عشان كده هو لا يستفيد بالشيء المبيع مشانا. كان ثابتا لو وقت البائع. او قال اليه يعني انتقل اليه بعد البائع بس بيفعل البائع. تنفيذ التزام البيع بدفع تعرض الجير. انا اجيب ارا البائع. قال له تعالى في شخص بيقول ان الحاجة اللى انت بعتها لي دي ملكه هو. تعالى لو سمحت اه حليل المشكلة دوت. يعني ده التزامك بدفع تعرض الجير. دفع يعني ازلته. فبنقول التنفيذ العيني واحنا مغمضين عينينا. بنسميه ضمان تعرض الجير لكي يتدخل البائع ويدفع تعرض الجير. يجب على المشتري اختاره وخلاص حفظنا بقى اختاره يعني انذار بورقة رسمية سواء على يده محضر او جوابه سجل بعلم الوصول سواء في صورة دعوة او في صورة دفع دفع اللي هو بيبقى اثناء الدعوة نفسها التنفيذ بطريقة التعويض ده معناه ان التعرض حصل خلاص وان الشيء المبيع تم سلبه من يد المشتري طب هنا بقى المشتري يعمل ايه فبيرفع دعوة اسمها دعوة الاستحقاق او دعوة ضمان الاستحقاق الشيء المبيع مني الاستحقاق بقى ان انا اخد التمن مع التعويضات اللي هنشوف عناصرها بتبع لأيه اساس القادي لما يجي يحسب التعويضات بيحسبها لعدة عناصر مهمة جدا 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 طيب فبنون اذا لم ينفذ البيع التزامه بدفع تعرض الغير يعني ماقدرش يشيل تعرضه الغير والغير استحقق الشيء المبيع كان للمشتري ان يرجع عليه بضمان الاستحقاق يعني الاستحقاق التعويض عن استحقاق المبيع طالما انا كمشتري معرفتش اخد الشيء المبيع يبقى انت هتعوضني طيب التعويض في حالة الاستحقاق الكل التعويض بيتقدر ازاي ايه العناصر بتاعته واحد حفظ بقى قيمة المبيع يعني الشيء اللي هو المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت اثنين قيمة الثمار التي الزم المشتري بردها لمن استحق المبيع المصروفات التي لا يستطيع المشتري ان يلزم بها المستحق مصروفات دعو الاستحقاق ودعوة الضمان خمسة ما فات المشتري من كسب او ما لاحقه من ضرر اه الجزئة دي كلها شرحناها ضماني لعوبة الخفية كل ده شرحناها انخش على بقية التزامات المشتري اه انتكلم على حيطة مهمة جدا اللي هي الضمان احيانا بيبقى الشيء المبيع لما بتشتريه بيبقى فيه اه مد الضمان مد الضمان دي اه القانون حددة ولكن يجوز الاتفاق على تعديل ويجوز ان تطول مدت الضمان في حالتين مدت الضمان دي برضو من التزامات مين الباعي يجوز ان تطول مدت الضمان في حالتين واحد حالة تعديل الضمان بالاتفاق على الزيادة يعني انا جيت مع المشتري مع الباعي وقلت له لا هنزود الضمان نخلي عشر سنين بدل ما هو خمسة نخلي خمسة وكذا يجوز طالما بالاتفاق سابق وقلت لكم ان اه غالبية احكام النقر المدني احكام مكملة زي ما احنا عارفين في سنة اولى في احكام اميرة واحكام مكملة. لاحكام الاميرة لا يجوز الاتفاق على عكسها. اما الاحكام المكملة فيجوز الاتفاقة على عكسها. هيه دي وده تعتبر الاحكام المكملة عشان كده يجوز تعديلها. اتنين حال التعمد البائع عفاء العيب عن غش منهم. هنا البائع اه اخفى العيب عن جش. فبالتالي انا ما اكتشفتش العيب الا بعد مدة معينة. فهتبدأ المدة متى ساعة ما اكتشفت العيب. لاني ما اكتشفتوش بسبب غش البائع. هنا في سبب غير منطقي او سبب غير طبيعي هو غش البائع. لا ترتب عليه ان اكتشفت العيب متأخر. دي الانتزامات المشتري. تكلمنا في الوفاء بالثمن. زمان الوفاء بالثمن. ما كان الوفاء بالثمن. اه طيب. اه في حتة مهمة جدا. وهي ان هل يجوز للمشتري? هل التمن? يعني انا دلوقتي كمشتري. هل يجوز ليا حافز التمن? ودي مهمة جدا. ومن الحاجات المهمة في المنهج. بنقول اذا تعرض له الغير مستندا في تعرضه الى حق سابق على البائع. يعني انا بعد ما اشتريت الشيء المبيع وما دفعتش تمنه او دفعت جزء وما دفعتش بقيت التمن. في الحالة دي اتيجوز ليا. لو حد لو احد الاشخاص اللي هم الجرباء. تعرض ليا ان احبس التمن. يعني احبس تمن. لا بعمل كده انظار اللي انا هحبس للبائع. بقول له هحبس التمن بسبب هذا التعرض. حالة تانية. اذا خيف على المبيع ان ينزع من يدي المشتري. يعني اه ان المشتري وجد ان في اجراءات قانونية بتتم من شأنها ان الشيء المبيع هيتم ينزعه من ايده. يدفع التمن ليه? لا يبقى احبس ايه? اه التمن. حبس التمن يعني ما ادفعوش للبائع. طيب نمر التلاتة اذا كشف المشتري عايبا في المبيع. بعد كم حالة? تلات حالات. اذا تعرض له الغير مستندا في تعرضه الى حق سابق على البيع. اذا خيف على المبيع ان ينزع من يدي المشتري. اذا كشف المشتري عايبا في المبيع. طيب امتى يسقط حق المشتري في حبس التمن? يعني مش من حقك تحبس التمن ولازم تدفعو. اذا وجد اتفاق على ذلك. يعني فيه شرط في العقد ان التمن لازم يدفع تحت اي حال من الاحوال. اه اتنين اذا قدم البائع كفيلا. كفيلا يعني ضامن. انا دلوقتي انا كمشتري قلت هاحبس التمن عشان امر من الامور التلاتة اللي فاتت. فالبيع قالي لا انا في ضامن اهو هيضمن لك الشيء المبيع. في الحالة دي تنائب انت مش من حقك ايه تحبس اه التمن. تلاتة اذا انقطع التعرض. يعني الشخص اللي هو كان رقم واحد. الحالات اللي فات. تعرض وبعد كده انقطع التعرض. سواء انقطع التعرض بحكم قضائي او بسكوت حق الشخص. لو هو المتعرض او فعلا امتنع عن التعرض نفسه خلاص يبقى لازم تدفع التمن وما مفيش تعرض لو يعتبر حالة من حالات حبس ايه? التمن. جزاء اخلال المشتري بالتزام بالوفاء بالتمن. اه واحد. للباقة حبس للباق الحق في حبس المبيع. يعني دلوقتي المشتري ما دفعش التمن. المشتري ما دفعش التمن. كده قولنا ده اهم الالتزام عنده. للباق الحق في حبس ايه? المبيع. اتنين. اولوية في استفاق الثمن من المبيع. يعني ايه? يعني الشيء المبيع ده لو اتباع بالمزاد اول واحد هياخد حقه من البائع عشان ده اللي احنا سمناهم شو ايه امتياز البائع يعني حق البائع مقدم على الغير في استفاء حقي تلاتة فسخ البائع اذا لم يسدد الثمن هنا البائع بيرفع دعوة فسخ البائع لعدم سداد الثمن او عدم تكملة الثمن تسلم المبيع برضو اتكلمنا فيه شرحنا كل ده قلناه مع بعض وشرحناه طيب تحامل مصروفات المبيع برضو كده خلصنا عقد البيع ونعمل بقى مراجعة سريعة علشان نشوف مدى استعابنا لعقد البيع عقد البيع تقريبا يعني نص المنهة وتقريبا بيبقى نص الامتحان فبالتالي هو مهم جدا جدا فهنعمل عليه بعض الاسئلة كده السريعة عشان نشوف مدى استعابنا حتى عشان لو فاتكم اجزاء منه نقدر لما في شكل اسئلة سريعة سواء كانت اسئلة موضوعية او اسئلة مقالية نبدأ اول حاجة عندي اسئلة المصطلح او التعريف بيقول هو عقد يلتزم به البائع ان ينقل للمشتري ملكية شيء او حقا ماليا اخر في مقابل ثمن نقدي ده تعريف ايه عقد البيع شوف المصطلح التاني بيع لاشياء مثلية الاشياء المثلية اللي هو المنقول المعين بنوع احنا عارفين عندنا منقول معين بذاته ومنقول معين بنوع فاشياء مثلية ولادي عن المنقول معين بنوع زي الفاكهة والخضر والسوائل والكلام ده كله مهم بيع لاشياء مثلية عينت وقت البيع بذاتها لا بمقدارية وسنفية يعني هي اشياء مثلية المفروض تفرز بس ما فرزنهاش بعناها بذاتها يعني باما بمكانها بوضعها في مكان معين وكده فانتعتبرك انها بذاتها ده بنسميه البيع الجزافي البيع الجزافي اذا هل ينتقل الملكية في بيع الاشياء المثلية بدون فرز اه بنسميه البيع الجزافي طيب وسيلة من وسائل الشهر الخاصة بالتصرفات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية دايما اعزوك الحاجة ان في المصطلح او التعريف فيه مفتاح اجابة كلمة كده ديجششك الاجابة يعني اتفكرك لما قولك وسيلة من وسائل الشهر وعقار وانت مغمض عينك على طول التسجيل دايما كده يعني دايما فيه كلمة تعرفك انت لو صعب عليك تحفظ المصطلح كله فاحفظ على اقل الكلمات تدل على الاجابة بيقول لنا وسيلة من وسائل الشهر اللي هو الشهر العقار يعني وقال لنا حقوق عينية عقارية يبقى التسجيل سهل طيب ضمان بموجبه يضمن البائع للمشتري العيوب سهل هي التي تظهر في المبيع اذا توافرت شروط معينة ضمان وعيوب وظهرت يبقى ضمان العيوب الخفاية تمام يا ولاد انتشوف بعد كده المصطلح اللي بعده لسه شرحينه دلوقتي امتياز ينصب على الشيء المبيع يخول البائع يعني يمنح البائع استفاء دينه من قيمته من قيمة الشيء المبيع باولوية يعني لي الاولوية على غيره من الدائنين بنسميه امتياز البائع لسه شرحينه دلوقتي شفنا ان لو في حالة ان المشتري توقف او رفض دفع الثمن على طول بيبقى في حاجة اسمها امتياز البائع يعني البائع بيبقى حقه مقدم على الاخرين في استفاء حقي من قيمة الشيء المبيع اذا بيعة في المزايد العالم عندي بعد كده المصطلح كمان هو التزام البائع بعدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله او بعضه اسمه ضمان التعرض الشخص اللي بعد كده التسليم رجعنا ورشوة بقى في التسليم بتغيير نية الحيازة بالاتفاق بين البائع والمشتري احنا عندنا اربع انواع تسليم لو تفتكروا تسليم اه اتفاقي تسليم طبيعي تسليم قانوني تسليم حكمي لما يقولي تغيير نية الحيازة وانت مغمد عينك كده حكم وانت مغمد عينك حكمي تسليم حكمي عندي بعد كده المصطلح اللي بعديه هو وضع المبيع ده برضو نوع من اوناع التسليم خدوا بالكم ماشي وضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ده بنسميه التسليم الفعلي يعني اتفضل الحاجة تحت تصرفك يعني فعليا انسلمتها لك ده تسليم الفعلي الدعوة التي يرفعها المشتري بعقد بيع ابتدائي في حالة امتناع البائع عن تنفيذ التزامه بنقل الملكية طالبا الحكم بصحة توقيعي اخر جملة هاشتشتك الاجابة بصحة توقيعي يبقى دعوة ايه صحة توقيعي طيب هو البيع الذي يكون احد انواع البيع يا ولاد هو البيع الذي يكون سدادة الثمن فيه مجزة لعدة اقصار برضو اخر كلمة هدفششك الاجابة البيع بالتقصيد هو محل الاتزام المشتري الثمن طبعا كذا حاجة ممكن الثمن ممكن تقول تحمل مصرفات المبيع ممكن تقول التسلم بس هو اول حاجة اشهر حاجة طبعا معروف ان المشتري اول الاتزام عنده ايه الثمن يقصد به ادعاء البائع حقا خدوا بالكم من كلمة ادعاء ادعاء البائع حقا على المبيع من شأنه ان يحول دون انتفاع المشتري بالمبيع لسه قيل من شوية في نوعين من التعرض تعرض قانوني وتعرض مادي التعرض المادي بنقول فعل اما التعرض القانوني بنقول كلمة ادعاء فهو دايما بقول في كلمة بتساعدنا في الاجابة بدا اسمه التعرض القانوني نخش على صح وخطأ الحاجات اللي انتم بتحبوها اللي انا بعتبرها اصعب اسئلة على فكرة لان الاجابة بتاعتها ما بتحتملش غير اه حاجة واحدة يا اه يا لأ يعني هتاخد الدرجة ما تاخدش الدرجة وده ما بقول دي اسئلة الفهم صح وغلط اسئلة الفهم لاني لما قول صح يبقى انا فاهم لما قول غلط انا فاهم يعني فاهم ان دي صح او فاهم انها غلط يعني ما نفعش اقول اي كلام لازم كنت بتأكد منه طيب اول حاجة عقد البيع من العقود الشكلية احنا قلنا من خصائص عقد البيع انه عقد رضائي ليس عقد شكل فعشان كده العبارة خطأ اتنين الاهلية اللازمة لابرام عقد البيع اهلية الاداء طبعا صح تلاتة يشترط ان يكون المبيع موجودا وقت ابرام عقد البيع طبعا صح عندي بعد كده للتسجيل افر رجعي يعود الى تاريخ ابرام العقد احنا شفنا في العقارات لا يجوز نقل الملكية الى بالتسجيل طبعا انا ممكن اكون عملت العقد في تاريخ وسجلت في تاريخ تاج هل تنتقل الملكية لو انا سجلت من تاريخ العقد يعني ليه التسجيل كده ليه اثر رجعي فابنقول لأ لأ التسجيل ليس له اثر رجعي التسجيل له اثر فوري فاذا جات اثر فوري صح اثر رجعي غلط سبعة التعرض القانوني يقصد به ادعاء سهل اه التعرض القانوني يقصد به ادعاء البائع على المبيع حقا من شأن استعماله ان يحول دون انتفاع المشتري بالمبيع او ينقص منه هو قال ايه ادعاء يبقى صح طالما قال ادعاء اللي بعد كده يكفي ان يكون المحل موجودا في عقد البيع خطأ لانه عندي كذا شرط ان يكون موجود ان يكون معين ان يكون مملك للبيع وما الى ذلك ان يجوز التعامل فيه لانه في حاجات لا يجوز بيعها زي الامول العامة والحاجات التي منعت بنص القانون زي المخدرات وما الى ذلك طيب ينبغي مشروعية السبب في عقد البيع ده منطق احنا عندنا قلنا عندنا تلات اركام في عقد البيع الرضا والمحل والسبب من شروط السبب ان يكون موجود ومشروع يبقى ده صح اللي بعد كده نمرة اربعة عشر التسجيل ينقل الملكي بمفرده طبعا صح ستة عشر يتحقق البع اذا كان الثمن سوريا احنا نفتكر التمن المفروض ان هو نقدي جدي نقدي جدي لكن ده في حالات اخرى للتمن اللي هو بخس تافه سوري البخس تافه سوري البخس ينعقد به العقد التافه ينعقد به العقد السوري لا سوري يعني يعني احبه على ورق زي ما بيقول البخس ينعقد به لكن السوري والتافه لا طيب الاصل ان المشتري هو الذي يتحمل نفقات التسليم صح لسا يلينها العيب الذي يضمنه البائع يجب ان يكون مؤثرا وخفيا وغير معلوم للمشتري دول التلت شروط بتوع ضمان العيوب الكفية مؤثر خفي غير معلوم للمشتري طبعا ممكن تيجي اكمل كمان يا ولاد يضمن البائع التعارض المادي الصادر من الغير لسا ايه من شواء لا هو بيضمن فقط التعارض القانوني لو صادر من الغير وقلنا من الغير اي شخص غير اطراف العقد اسمه غير حتى لو ابو البائع حتى لو اخو البائع اسمه غير طبعا هنا الاجابة قطأ عشان ده تعارض مادي لكن امتى تبقى صح لو قلنا كده يضمن بيع التعارض القانوني الصادر من الغير يجوز في التعبير عن الاراضة عن يكون ان يكون بالاشارة المتدولة يعني انا دلوقتي بشتري او ببيع بس مش قادر اتكلم قد يقوم مريض وقد يكون لا يستطيع التكلم فممكن ان عبر عن اراضة بالاشارة المتدولة يعني المفهومة اه طبعا منطقي جدا صح يجوز في البائع ان يكون المبيع قابلا للوجود في المستقبل دي اول حاجة شرحنا فيها في المدني من الشروط بتاعتشار المبيع ان يكون موجود او قابل للوجود في المستقبل وضربنا امثل على كده ان لو واحد يبني عمارة العمارة دي اتنشر دور وهو لسه في الدور التاني ممكن اشتري دور السادس او السابعة اه يجوز لانه قابل للوجود في المستقبل لكن ما ينفعش مثلا واحد يتصرف في تركة ابيه و ابيه على قيد الحياة فيقول بنا الوارث لا لا يجوز لان ممكن انت تموت قبل بوك طيب صح طبعا يجوز بيع الممتلكات العامة شفنا من ضمن الشروط التي لا يجوز فيها البيع هي طبعا الحاجات اللي هي المملكة للجير او الممتلكات العامة او الحاجات اللي هي بنص القانون تعتبر جريمة زي المخاطرات فبالتالي هنا خطأ يجب فرز المنقول المعين بذاته قبل البايع احنا قلنا المنقول نوعين معين بنوعه معين بذاته الفرز بيكون في المنقول المعين بنوعه عشان كده العبارة دي ايه قطأ العبارة اللي بعد كده عقد البيع الابتدائي لا ينقل ملكية العقار في مواجهة الجير طبعا لان العقار لازم تنتقل من كتب الايه بالتسجيل ومواجهة الجير يعني اي حد تاني اي طرف تاني فبالتالي اذا عمل عقد بيع ابتدائي ده ما يمنعوش انه يبيع العقار طالما لسه ما سجلش الحد تاني ممكن يبقى نص بطاق طبعا ولكن طالما ما سجلش اهداء من حق لان عقد البيع الابتدائي في العقار لا ينقل الملكية لا يلزم البائع بتسليم ملحقات الشيء المبيع لا طبعا يلتزم يعني لو ببيع شيء لملحقات يعني مثلا لو ببيع عربية لها ملحقات زي المفتاح وزي الرخصة وزي بقى دي اسمها ملحقات لازم اسلمها للمشتري عشان كده ده خطأ فلو شلنا كلمة لا تبقى صح كده بقول نركز دائما ياولاد في الصح وغلط في لا ولا ما فيش لا الاجابة بتختلف تماما حسب وجود او عدم وجود لا التسليم الفعل يتم بالتخلي عن الحيازة طبعا لسا ايليها صح يضمن البائع التعرض القانون الصادر من الجير ايوا دي معكس التاني اللي هو المادي ده ايه القانون يشترط لضمان العيب الخفية ان يكون العيب مؤثرا طبعا صح ترفع دعوة ضمان العيب الخفية خلال سنة من العقد نركز كده خلال ايه سنة هي فعين خلال سنة بس منين من التسلم وليس من العقد عشان كده العبارة دي خطأ لكن لو قال من التسلم او التسليم ببقى صح نخش على اسئلة المقالية احنا كده تقريبا لمنا حاجات كتير جدا في الجزء بتاعة عقد البيع ما هي الامور التي يجب الاتفاق عليها في عقد البيع هنشوف الامور التي يجب الاتفاق عليها الاتفاق على المبيع الاتفاق على الثمن لسا من الكلمين قلنا من شوية لازم للتمن يتم الاتفاق عليه وطريقة دفعه ومكان دفعه وزمان دفعه والكلام ده كله نقطة التالتة الاتفاق على تبيعة العقد المبيع يعني مثلا لو بشير الشقة يبقى الشقة الرقم كذا في الحتة الفلانية التمن اللي احنا اتفقنا عليه وسميناه في العقد سميناه يعني كتبناه في العقد الاتفاق على طبيعة العقد هل هو بيع ولا ايجار ولا ره دي اسمها طبيعة العقد يبقى ثلاث حاجات يتم الاتفاق عليهم لعقد البيع تكلم عن التزام البيع بنقل ملكة المنقول المعين بذاته أنا قلت عندي نوعية من المنقول معين بنوعه معين بذاته المعين بذاته زي اللابتوب زي الموبايل زي زي الساعة دي اسمه معين بذاته يعني معين بذاته فيه خصائص تميزه عن غيره طيب أول شرط عندي أن يكون المبيع موجودا وقت إبرمع عقد البيع يعني يكون موجود عشان يعرف في عينه أن يكون المبيع مملوكا للبايع ده منطقي يعني عشان يبيع حاجة لازم تكون ملك نمر الثلاثة أن يكون المبيع معيناً بذاتي مش معيناً بنوعه وديت أمثلة على المعين بذاته وعرفته وممكن تعريفه ويجي كتعريف أو مصالح في الامتحان أربعة ألا يتفق الطرفان على إرجاء إرجاء يعني تأجيل إرجاء يعني تأجيل ألا يتفق الطرفان على تأجيل نقل الملكية أو تعليقها على شرط يبقى عندي أربعة شروط لنقل ملكية المنقول المعين بذاته السؤال بعد كده عرف البيع الجزافي قلنا البيع الجزافي دوت اللي هو بيتم في نقل ملكية الأشياء المثلية التي عينت بذاتها ندي مثال لو حد مثلاً بيبيع قطن جوه مخزن القطن المفروض يتفرز يتفرز إزاي يعني يتوزن طيب ما هو أنا هشتري كل اللي في المخزن ده عم بالاتفاق بيني وبينك من جرمانيوز ينفع آي ينفع اسمه بيع جزاف فتنتقل فيه الملكية تنتقل فيه الملكية بس أنا عرف البيع الجزافي بنقول تنتقل به الملكية حتى على الأشياء المثلية المثلية يعني المتشابهة مثال ذلك أن يبيع رجل لآخر محصول القطن كله الذي فيه المخزن الذي يملكه حين أن المبيع هنا محدد بمكانه محدد بمكانه عرف الفرز وأثره ده مرتبط بالليفات هو الفرز وأثر الفرز يقع على المنقولات المثلية المثلية يعني متشابهة يعني اللي هو منقول معاه بنوعه والمقصود بالفرز تحويل ده بقى تعريفه تحويل منقول معين بنوعه إلى منقول معين بذاته وده بيتمع عن طريق أربع حاجات الوزن الكيل القياس العدد ودينا أربع أمثلة قبل كده على الوزن والكيل والقياس والعدد ما هي أثار البيع غير المسجل طب أنا دلوقتي عملت عقد بيع ابتدائي روحت اشتريت بيت أو اشتريت أرض كنت بالك بيت أو أرض يعني عقار وعملت عقد بيع ابتدائي دي أثار آه طبعا دي أثار بس بين مين ومين البايع والمشتري فقط وعشان كده بنسميها التزامات شخصية وليست عينية التزامات شخصية أول حاجة التزام البيع بنقل الملكية عملت لها كعقد بيع ابتدائي يبقى لازم تيجي تسجل عشان تنقل الملكية لأن عقد البيع الابتدائي لا ينقل الملكية يلتزم البايع بتسليم العقار للمشتري مش تسلم تسليم العقار للمشتري كل ده احنا بنتكلم إيه أثار البيع غير المسجل حصول المشتري على ريع يعني العائد سواء العقار دوت كان بيجيب إيجار لو بيت مثلا ساكن أو مصنع بينتج وبيجيب عائد ده اسمه ريع ريع يعني عائد من تاريخ الشراء يلتزم البايع بضمان التعارض وضمان العيوب الخفاية بعندي أربع حاجات تترتب على البيع غير المسجل ويكون لها التزامات شخصية فقط على البايع مهمة أول اذكر الحالات التي يتحمل فيها المشتري تبعت الهلاك قبل التسليم يعني ما استلامش ويتحمل الهلاك إحنا عندنا قاعدة لو نفتكر أن تبعت الهلاك مرتبطة بالتسليم بمعنى الهلاك قبل التسليم على البايع بعد التسليم على المشتري طب هنا بقى بنقول الاستثناء يعني قبل التسليم على المشتري آه في خمس حالات والقون نحددهم ومنطقين جدا واحد إذا أعذر البايع على المشتري لتسلم المبيع لسه كلمين من شوية عن التزام المشتري بالتسلم والمشتري رفض يجي يستلم طيب الحاجة بازت عليه برغم ان ما استلمهاش لان البيع اعذره وان يعني اعذره عمله انذار على يد محضر اي بورقة رسمية وانت اللي رفضت يجي تستلم فبالتالي هلاكه عليك اتنين اذا اتفق المتعاقدان يعني البيع والمشتري ان يتحمل المشتري تابعة الهلاك منذ ابرام العقدة ولا الام يتسلم لسه ايلي من شوية واناقول تاني واناقول على طول ان العقد البيع بينطبق عليه احكام القانون المدني لهي احكام مكملة يجوز الاتفاق على عكسها عندي ايه القاعدة ان الهلاك مرتبط بالتسليم البايع شاطر وقال كده للمشتري واقنعه بس الحاجة لو بزت عليك والمشتري وافق طالما وافق خلاص يتحمل المسئولية حتى لو ما استلمش ثلاثة اذا كان البيع تجاريا اه بيع تجاري بيع تجاري ده تخدته في سنة تانية في مادة القانون التجاري لو بيبقى بينتاجر وتاجر اذا كان البيع تجاريا وكان المبيع واجب التصدير يعني الحاجة اللي انا اشتريتها جاية في السكة فان هلاكوا في الطريق اكون على مالكه يعني ان روحت استوردت بدعم من دولة ما وخلاص هم بعتوها في البحر وهي في المية او هي في السكة غر ايت ولا تحرقت ولا بازت على المشتري برغم ان لسه ما استلمش ده عشان بيع تجاري اربعة اذا وضع المشتري يده على المبيع دون اذن من البائع ودون حكم من القضاء يعني المشتري راح حطت ايده على الحاجة من جير ما يتم فيه تسليم وفيه تسليم وتسلم لا هو راح يسلم من نفسه من جير ما البائع يسلمه وبازت يرجع يقول لا الحاجة مش عليها عشان انت مسلمتنش لا منت حطيت ايدك بدون اذن من البائع او من القضاء فانت تتحمل الهلاك خمسة اذا هلك المبيع في يد البائع وهو حائز له لعدم وفاء المشتري بالثمن لسه من الكلمين من شوية ان هناك يجوز للبائع حبس الشيء المبيع اذا لم يقم المشتري بالوفاء بالثمن طب انا البائع كبائع هنا انا مش حبسه تعنط لا ده انا حبسه عشان اخد حق اللي هو الثمن يعني انا عاوز اسلمك الحاجة بس انت مدتنش الثمن فانا حبسه لحين الاستفاية الثمن لو باز على المشتري لان السبب في عدم تسليمه للمشتري هو المشتري نفسه لانه لم يقم بتنفيذ التزامه وبيدفع الثمن كده خلصنا المراجعة بتاعة عقد البيع واحنا قلنا ان عقد ان القول المادنة عندنا السنية عبارة عن ثلاث عقود عقد البيع وعقد الايجار وعقد التأمين وهنبدأ نتكلم عن العقد التاني وهو عقد الايجار في كتير كتير احكام متشابهة خصائص متشابهة وفي كتير كتير حاجات مختلفة جدا بين عقد البيع وعقد الايجار وهنبدأ نتكلم عن عقد الايجار بتعريفه دمان كده ولاد بايه تعريف خصائص اركاد. تعريف عقد الايجار هو عقد يلتزم المؤجر. كنت بالك بقى دايما كده اطراف العقد السامية بتتاخد من اسم العقد في عقد البيع بنول بايع ومشتري. انا يا باتكلم في عقد الايجار. فبقول التزم المؤجر بمقتضاه ان يمكن المستأجر من الانتفاع. ما قلناش بقى نقلم الكية. لا قلن ايه من الانتفاع. انتفع بس بشيء معين. مدة معينة لقاء اجر معلوم. تاني. يعني عقد الايجار. هو عقد بيلتزم فيه المؤجر. ان يمكن المستأجر. يبقى عندي طرفين مؤجر ومستأجر. بيمكنهم ايه? الانتفاع. يعني ينتفع بشيء معين. خلاص? بمدة معينة مقابل اجر معلوم. ليه الاجراء اللي بتتدفع حسب الانتفاع. طب ايه خصائصه? خصائص عقد الايجار. واحد عقد الايجار عقد رضائي. يعني ايه رضائي? يعني مش شكل. يعني ايه مش شكل? يعني بيتم بمجرد توافق الاراضتين بين المؤجر والمستأجر. عشان كده اسمه عقد ايه? اراضي. مش محتاج شكل معين. اتنين. عقد الايجار من العقود المسمى. احنا عارفين في القانون ان العقد المسمى يعني العقد الذي عاني القانون بذكري وشرحي ودراسته. عقد البيع. عقد الايجار. عقد الراه. عقد الانتفاع. عقد الهبة. كل دي عقود القانون شرحها وزكرها. وسماها عشان كده اسمها عقود مسمى. ولكن. واذا يستلزم ان يكون محل الايجار من اشياء الجرق قبل الاستهلاك. ماشي. تلاتة. عقد الايجار من العقود الملزمة للجانبين. ما انا قلت عندي طرفين. مؤجر ومستأجر. انا كمؤجر ملتزم. بان اه اه اديك انتفاعها. امكنك من الحاجة اللي انت اتأجرها سواء كانت شقة او عربية. وانا كمستأجر ملتزم بدفع الاجرى. ملتزم بتسليم الحاجة اللي انا اجرتها بعد انتها العقد بالمحافظة عليها. زي ما نشوف احكام عقد الايجار. احكامه يعني التزامات الطرفين اللي هما المؤجر والمستأجر. اربعة الخاصية الرابعة احنا بنتكلم فيه? خصائص عقد الايجار. عقد الايجار من العقود الزمنية. يعني ايه الزمنية? يعني اللي تنفذها بيستغرق وقت. يعني حسب الاتفاق بين البائع بين المؤجر والمستأجر. يعني ممكن يبقى شهر شهرين سنة خمس سنين عشر سنين. يعني هنا بنسميه عقد زمنية. على عكس عقد البيع. عقد وقتي. يعني عقد وقتي. يعني بيتم بمجرد ابرام العقد على طول انتهى. لكن عقد الايجار ده عقد زمني. طول ما العقد ما شغال المؤجر ملتزم والمستأجر ملتزم. عشان كده اسمه زمني. خمسة. عقد الايجار من عقود المعاوضة. كلمة معاوضة يعني كل طرف يعوض الطرف الاخر عن خسارته. انا مثلا لو عندي شقة وقجرتها فانا كده خسرت الشقة. فالمستأجر بعوضني بالاجرة. المستأجر خسر الاجرة. فانا بعوضه بالشقة. وهكذا. ستة. عقد الايجار يعتبر من اعمال الادارة. عندي اعمال تصرف واعمال ادارة. عمال تصرف زي عقد البيع. اني بتصرف في الشيء المبيع. اما عقد الايجار ده من اعمال الايجار لاني انا مش ببيع الحاجة اللي انا اجرته. لا. ده انا بأجرها مدة وترجعها لتاني. بادرة. بادرة. تمييز عقد الايجار عن غريب العقود. في عقود اه متشابهة مع عقد الاجار هنميزها. دي برضو من الحاجات المهمة. اه بنقول حق المستأجرة هو حق شخص حق المستأجرة بفقية ديه الاجارة. عكس الحق الانتفاع والحكر فيها حقوق عينية عندي اه اه عقود زي بتدي حق الانتفاع والحكر. آه دي بتبقى بتدي حق عيني على الشيء نفسه علشي يعني حق عيني يعني ممكن المنتفع يؤجر اصلا العين ده الشخصي التاني برغم ده مش المالك. برغم من شوه المالك. على عكس المستأجر المستأجر هو اللي بشخصه بس اللي ستعمل العين المؤجرة. او ابناء اللي معاه. لكن ما نفعش يأجره. عشان كده عقد الايجار بيعطي حقا شخصيا عكس حق الانتفاع وحق الحكر اللي احنا خدناهم في سنة اولى تعطي حقوقا عينيا. عندي حاجة تانية. لما ما ميز ما بين عقد الايجار وعقد عارية الاستعمال. عقد الايجار هنا احنا قلنا ان هو ملزم للطرفين. يعني ملزم للمؤجر والمستأجر. فالمستأجر هنا ملتزم بدافع عجرة. عندي عقد تاني اسمه عارية الاستعمال. دي من العقود اللي تم ذكرها في في العقوبات وحنا بنتكلم في جريمة كانت الامانة. بتبقى بدون مقابل. زي عقد الايجار ولكن بدون مقابل. عارية عن استعارة. يعني باستعير شيء. طبعا ما بدفعش حاجة مقابل الاستعارة. هنا اه ده فرق بين عقد الايجار وعقد عارية الاستعمال. نطاق تطبيق احكام قانون ايجار الاماكن. اه. لما اجا تكلم عن عقد الايجار. ما انا عندي حتي تتمهم من جدا. هل هو عقد ايجار جديد? ولا عقد ايجار قديم? هنتكلم الاول عن حاجة اسمها احكام قانون ايجار الاماكن والمقصود به ما بين قصين القديم. يبدو انه اكلم عنو دلقتي اللي هو الاجار القديم. يعني مصر الايجار الايجار اي عقد اتعمل قبل 31 يناير ستة وتسعين. اي عقد ايجاري اتعمل قبل واحد وتلاتين يناير سنة الف تسعمل ستة وتسعين. هنطبع عليه احكام قانون ايجار الاماكن اللي حد نسبيل ايجار الاديم. اي عقد اتعمل بعد واحد وتلاتين يناير سنة ستة وتسعين هنطبع عليه احكام قانون الاجاري الجديد اللي سنتكلم عنه بعدين. طبعا نشوف نطاقه يعني بيطبع على ايه? لو قانون ايجار الاماكن. لو القديم. واحد ان يكون هناك مكان او جزء من مكان يعني اللي هو محل الاجار مكان او جزء من مكان اتنين ان يقع هذا المكان يعني الحاجة اللي احنا ان اجره دي في عواصم المحافظات او المدن يعني ما يكونش في الريف ما يكونش في البدو ما يكونش في الصحراء لا القانون حدد كده عشان يتطبق قانون ايجار الاماكن اللي هو القانون الادين زي ما زي ما اتفقنا لازم يكون المكان دلان هاجره سواء كان محل او شقة او بيت في عواصم محافظات او مدن. ثلاثة ان يكون هناك عقد ايجار صحيح وحقيقي. يعني لازم يكون في عقد مع المستأجر. طيب. الاماكن المستسنى من الخضوع لقانون ايجار الاماكن. في حاجات عقود اتعملت قبل 31 يناير 96 بس مشان طبع عليها قانون ايجار الاماكن هيبقى لها احكام خاصة. ايه هي? الاراضي الفضاء. يعني ارض فضاء من اجارها جراش او مجزن او او ديت مشان طبع عليها قانون ايجار الاماكن. اه ولكن هيبقى لها احكام الخاصة بتاعتها لايوة العقدة شريعة المتعقدين. اتنين. المساكنة الملحقة بالمرافق التي تشغل بسبب العمل. احنا بنشوف احيانا كده في بعض الاماكن النائية لما يكون فيه مشروعات المسؤولين على العمل بيقيم وحدات سكنية للعمال. طب انت هنا شغلت هذه العين بسبب عملك. فبالتالي مش انتبع عليك قانون ايجار الاماكن. لان بمجرد ما ينتهي المهمة اللي انت جاء عشانا. ما ينفعش تفضل مقيم في هذا العقار. ثلاثة الاماكن المشغولة بتصريح اشغال مؤقت. امتداد ايجار الاماكن. ودي حتى هنتكلم عنه النهاردة يعني هل العقد يمتد للورصة. هنتكلم عن امتداد ايجار الاماكن للسكنة. فبنقول في حالة وفاة المستأجر. لهو المستأجر الاصلي. تستفيد الزوجة والاولاد المقيمين مع المستأجر حتى وفاته. يعني انا دلقتي لو فيه شخص اجر شقة عقد ايجار قبل 31 يناير 96. وكان يقيم معه ابنائه او زوجته. ثم توفى وهما مقيمين معاه. في الحالة دي العقد يمتد ليهم بنفس الاحكام. يعني نفس الاحكام يعني نفس الالتزامات بتاعت المؤجرة المستأجر ونفس الاجرة دون تغييره. ده اللي بتسميه الامتداد عقد الاجار للورصة في قانون ايجار الاماكن. وبكده يا ولادنا تكون وصلنا لنا نهاية حلقتنا النهاردة. واتمنى تكون استفدتم. وإلى اللقاء آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.